في تربية المرأة المسلمة في القيام بدورها الاجتماعي المرأة عليها دور فاعل مهم في داخل بيتها وفي خارج بيتها نحن بدأنا الكلام عن دور المرأة في القيام بدورها الاجتماعي خارج بيتها بدأنا أولا بالمسجد فالمرأة مثل الرجل تخرج إلى المسجد للصلاة أو لطلب العلم تخرج للمسجد لتشهد الصلاة مع النبي ولتشهد دروس العلم ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج مع الرجال إلى صلاة العيد لتشهد الخير مع المسلمين أما تربيتها اليوم هي تربية المرأة كالرجل ومشاركاتها مع الرجل في الحج والعمرة الحج ركن من أركان الإسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل والمرأة كالرجل مأمورة بأن تستكمل دينها بأن تخرج للحج وللعمرة قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فالحج لله والعمرة لله إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بها فنحن نرب المرأة على مشاركتها للرجل وفي هذا دليل وإثبات على أن المرأة لها دور يشبه دور الرجل في الحج والعمرة لكن بشروط هذه الشروط سنراها هي بالحدود الشرعية قلت دائما في كلامنا عن مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية مشروط بشروط شروط أن تخرج بالآداب الشرعية في لبسها في شكلها في كلامها في تجنبها لمزاحمة واختلاط الرجال طب الحج رجال مع نساء نعم ولا شيء في هذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج فلبينا مع رسول الله حدا وعمرة وكان هذا هو القران حدا وعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسق الهديا فليجعلها عمرة وليتحل اللي هو حج التمتع من لم يسق الهديا فليجعلها عمرة بدل حج وعمرة يتبقى عمرة بس متمتعا بها إلى الحج فليجعلها عمرة وليتحلل من إحرامه فحول كثير من المسلمين القران إلى تمتع وممن فعل ذلك عائشة أم المؤمنين وفاطمة بنت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مشاركة المرأة في الحج تتعرض لمسائل وأحوال وأشكال هذا الذي نتعرف عليه لأنها تشارك الرجل تخرج وتحج وتعتمر بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمات على الخروج للحج وخاصة أهله مر على ضباعة بنت الزبير الزبير ابن عبد المطلب ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها يا أختا ما لك لا تحجين معنا اسمع يحثوها على الخروج ما لك لا تحجين معنا قالت إني أشتكي وأخشى أن أحصر أنا مريضة وخيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أخرج فيحصل لي حابس ومانع يمنعني من الوصول إما شدة المرض وإما الموت فقال لها النبي معلما لها ولكل المسلمين من بعداه يبقى الحديث ذا كان سبب في نزول حكم من الأحكام وهو ماذا يقول من خشي الإحصار قال حدي واشترطي قولي لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى الحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي مش مكاني محلي يعني إحلالي من العمرة أو إحلالي من الحج فمحلي حيث حبستني وصار هذا أدبا ودينا وشرعا يقوله من خشي المنع أو الإحصار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر